السلام عليكم ورحمة الله عزاني الطالبة وصلنا الى يونيت 4 لسن 1 العنوان المالتية lazy lens day يوم لن الكسول vocabulary tip يعني نصيحة بالمفردات شون تحفظ المفردات how to remember words كيف تحفظ الكلمات collect words in group in your notebook اجمع الكلمات في مجموعات في الدفتر المالتك for example you can collect على سبيل المثال يمكنك ان تجمع nouns adjectives 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 أجمع تخبرك كم يتكرر الأحمر يقول لك تتحدث عن ما فعل لينت أجل، تستخدم المرقمات من الصور وعندك فوقها عشر ظروف مثال مثال هذا الجو الأحمر مثال مثال، هو غنى بشكل سيء، هذه هي أول صورة الثانية، هو ضحك بصوت عالي ثالث، هو شغل الموسيقى بشكل ضجيج بشكل صاخب الرابعة، هو صعد على الدرج بشكل هادئ الخامسة، هو غسل وجهه بشكل سريع السادسة، هو تناول الساندوش بشكل سريع، بسرعة السادسة، هو مشى إلى المدرسة بشكل بطيء، وثالث، هو تكلم مع الأستاذ بشكل مهذب طلاب، هناك أساتذة يستخدمون ظروف مختلفة لكل جملة منها أو خارج هذه الظروف، ولا بأس به فإن تمشوا على الكلمات أو الجمل التي يستخدموها الأستاذة وهذا يعني أيضاً ممكن تمشوا عليه إذا أردوا الأستاذة مالتكم طيب، أعلم هذه اللعبة طبعاً هذه اللعبة الآن التي أشرح لكم القانون مالتها أو كيفية اللعبة مالتها مفيدة لكم اللعبة تسمى سلسلة الكلمات طالب يقول فات كلمة على سبيل المثال الفطور، الريوك كل طالب لازم يفكر بكلمة تتماشى وهي الكلمة التي قبلها يعني مثلاً من قال فطور أو ريوك هو يقول مثلاً جبن مثلاً هذا من قال جبن، هذا يقول مثلاً كاو، بقرة هذا من قال بقرة، هذا يقول ملك، حليب، إلى آخر فشي يعني ما تصل بالثاني؟ هي شي راح تتعلمون من فرادات جديدة وراح تظل ببالكم أكثر يقول لك على سبيل المثال، ممكن تستخدم بريكفست، ممكن تستخدم تي، ايجز، وهذا الجو اللي هو حاطن كيمياه هو بيتش، الشاطئ، بارك، متنزه، ترينرز، الحذاء الرياضي، ترينرز يسموه، دينر، الأشياء، أوكي، إلى آخره طيب، أما الاكتيفتي بوك، كتاب التمارين، صفحة 46 طيب، خلينا نطلع صفحة 46 طيب، عدنا هنا لسن 2، تمام؟ بالاكتيفتي بوك، هذا اللي شرحته، أوكي، ما عليه تمارين، تمام؟ هو من أنا بي، كل شرح اللي بي، تمام؟ بالاضافة أنني ستدني الكلمات collect، collect يعني يجمع، feeling، feeling يعني شعور، يشعر، chain، يعني سلسلة، chain يعني سلسلة حتى الزنجيل أيضا نسموه chain، sang، sang يعني غنى، تمام؟ الزنجيل أيضا، صفحة 46 يقول write these sentences again with the adverbs and brackets تكتب هذه الجمل مرة أخرى، وتستعمل هذه الكلمتين اللي موجودات عندك بين اللقواس يقول Gwen does her homework وبين اللقواس، حاط لك will always ماذا يحدث؟ Gwyn دائما الظروف، دائما الظروف التكرار تأتي بعد الفاعل، يعني Gwyn هي الفاعل ظرف التكرار وراها، شي هو الفاعل، ضرف التكرار وراها، شي أيضا هي الفاعل، أيضا ظرف التكرار وراها، تأتي ورا الفعل المساعد، she is never she is usually إذا أجد فعل مساعد فهو يصير الفاعل ورا فع المساعد ورا ظرف التكرار إلا sometimes sometimes تأتي بالبداية دائما تأتي بالبداية الجملة وتكتب الجملة كما هي تقوم بالواجب المنزلي فهذا هو الفعل هذا هو الفعل كله تقوم بواجبها المنزلي بشكل جيد فالظرف يأتي ورا الفعل وظرف التكرار يأتي ورا الفعل ظرف التكرار ورا الفعل بظرف الحال ظرف الحال ورا الفعل لأنه شون تقوم بالفعل فلازم الفعل ما تقول مشيت ببطء فالفعل ورا كيفية حدوث الفعل اللي هي ظرف الحال سموه ظرف الحال حدوث حدوث تنتقائي او نحن جانب هاي şu日 الأفعال اللي تيجي وراها تيجي خالية من أي إضافة أفعال مجرد هي مكتوبة بعدكم بالثانية هي تمشي لمدرسة ولكن من يجي ظرف التكرار تروح من الفعل تصير تروح فخلوا بالكم ملاحظة أنه ظروف التكرار وراها الفعل خالي من أي إضافة شهر شهر تروح شهر 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 رائع شهر 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 لاحظوا؟ هي هنا مكتوبة شهر وهاها اس شهر شهر طيب الخامس شهر 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 قلنا بالبداية شهر 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 تمام؟ وهسا تقلت الظرف الحال قلتت لازم أن تجي ورا الفعل اوكي وهنا هنا المفعل شهر هي الفعل ف شهر شهر ممكن نقول شهر 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 ممكن نقول angry to lin وممكن نقول to lin angrily ما حط لانا angrily هنا حتى تبين الكلام she speaks to lin هي تتكلم الى lin مو تتكلم بغضر الى lin اوكي حتى وضوح هي صحيحة الجملة لا تخلي angrily قبل to lin صحيحة ولكن الوضوح ما لاته نخلي to lin ونبرة angrily سادسة she does the washing up she does the washing up she always does the washing up carefully washing up يعني عملية الغسر مثلا تغسل الموعين اوكي she always does the washing up carefully سادسة قلت لكم sometimes منتج تجي بالبداية والجملة تضاف لفسها she speaks فهي الاس الظل اوكي ما صر she speak sometimes she speaks من هنا يكون بين الفعل بين الفعل والفاعل حين هاي الاس تروح اذا اكو اس الاس تروح يعني اذا often تكون هنا she often speak صر she often speak ماكو اس she always speak she usually speak ماكو اس اوكي ولكن من sometimes انتحاطها بالبداية وهنا جاي الفعل مباشرة وورا الفاعل she speaks نصير بالبراسن simple طيب تمرين بي write the words in the correct places اكتب هذي الكلمات في الاماكن الصحيحة وخاط مطيكم هاي الاربع حقول وكل حقل جوا خمس خطوط ومطيكم هاي الاشرين كلمة طيب اول شيء عندك الوذر اللي هو الطقس اوكي الكلمات اللي تتعلق بالطقس تخليهن جوا الطقس school المدرسة ايضا الكلمات التعلق بيها the calendar التقويم calendar يعني التقويم التقويم هذا الدفتري و animals الحيوانات calendar ايضا موجود بالموبايل مكان اسمه calendar او التقويم weather ادك بالوذر cloudy يعني غائم forecast forecast يعني نشرة الأخبار forecast يعني نشرة الأخبار الجوية اخبار الجوية snow يعني ثلج يعني هذا ثلج اللي يمطر ويندي يعني عاصف يعني جو بهوى school كلمات اللي تعلق بالمدرسة half term half term يعني نصف السنة نصف الفصل homework يعني الواجب المنزلي semester يعني فصل دراسي term يعني course تمام زين the calendar التقويم ادك ب autumn الخريف holiday العطل مثلا christmas او ستة كانون عيد الجيش موجودات بالتقويم january اللي هو شهر واحد يناير september اللي هو شهر سبتمبر النيش the crocodile اللي هو التمساح crocodile fox اللي هو الثعلب و esa auryx 어ركز الي اعتقد هو ماهر what's here فرس النهر نعم فرس النهر اعتقد هو الأوركز طويل وبحتهانه و الولف ما اعتقد انسيته الوغلف هي الذئب إلى هنا نكون انتهينا من يونت فور لسن وان واللسن تو زوروا موقعنا على شبكة الانترنت www.almerger.com المرجع الالكتروني طريقك نحو المعرفة